وأخيراً أعلن صندوق صيانة الطرق تطبيق قانون الأوزان وضبط الحمولات الزائدة والمخالفة لمركبات النقل الثقيل والمتوسط في المحافظات المحررة للحفاظ على ما تبقى من شبكة الطرق من التهالك وتسهيل حركة النقل وتخفيف معاناة المواطنين والمسافرين إعلان طال انتظاره وتنتظره عقبات التنفيذ بسبب شبكات المصالح ويأتي بعد جدل حول قانونية غالبية محطات الوزن المحورية وشكاوى سائقي شاحنات ومركبات نقل البضائع والتجار من غرامات باهظة تصل لقرابة نصف مليون ريال على كل قاطرة حمولتها تتجاوز الحد المحدد ولا تعرف عنها خزينة الدولة شيئاً فنتيجة لغياب الدولة انتشرت في المناطق المحررة موازين ضبط حمولة المركبات والشاحنات لفرض غرامات مالية على المخالفين للمقاييس المحددة منها ميزان عقبة عشعش والخشعة وميزان العلم وعتق وعين باب عبد والملاح والعند وميزان شقرة وتنهال والرويك وهلم جره ومعظمها تمت بصفقات غامضة مع مستثمرين وقيادات محلية بحثاً عن موارد مالية بطريقة غير قانونية والمواطن يدفع فاتورتها إلى درجة أن محافظة كحضر موت فيها ستة ميازين في وقت يبرر سائق الشاحنات الحمولات الزائدة بتغطية تكاليف النقل وارتفاع أسعار الوقود ولا تقتصر الاختلالات على المناطق المحررة فميليشيات الحوثي لها موازينها الخاصة في مناطق سيطرتها وإيراداتها وهي مليارات الريالات سنوية تدخل إلى سرداب لا يعلمه إلا كبار المشرفين ولا تنعكس على صيانة الشوارع الأمر الذي أضر بقطاع النقل البري المهم بالنظر إلى أهميته الاقتصادية للنقل والتجارة والإمدادات الغذائية والدوائية وخلف تبيعات قاسية منها ارتفاع تكاليف المواصلات والنقل التجاري وصعوبة نقل السلاع والخدمات ناهيك عن الضحايا البشرية وتهالك المركبات وأخرى أرهقت الاقتصاد والناس وتستدعي معالجة اختلالات هذا القطاع الحيوي الذي تقدر تكاليف أضراره بنحو 500 مليون دولار بحسب تقارير البنك الدولي وهي اختلالات يفاقمها إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات والجبايات مما ساهم في تأخير وصول البضائع وترفيها وخسائر للتجار والسائقين ومكاتب النقل تنعكس على تكاليف المنتجات في الأسواق ترجمة نانسي قنقر